لم يمر سواء سبوع فقط منذ أن أماطت وكالة أنباء دولية لثام عن انتهاكات صادمة لحقوق الإنسان تصل حد الاعتداء الجنسي في سجون سرية تديرها الإمارات بالمحافظة الجنوبية حتى تحولت لقضية منظورة في أرويقة الأمم المتحدة فها هي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعلى لسان المتحدثة باسمها ليستروسل تقر بصحة التحقيق الموثق الذي نشرته وكالة أسوشيدت بريس بعد أن نجح مكتب المنظمة في اليمن بجمع معلومات وصفت بأنها أولية تعزز هذا التحقيق وفقا لما نقل عن ثروسل وأعلنت ثروسل في تصريحات صحفية أن لدى منظمتها ما يدفعها إلى الاعتقاد بتعرض سجناء يمنيين لمعاملة سيئة وتعذيب وتحرش جنسي من قبل عناصر من القوات الإماراتية وأن المفوضية تتواصل مراقبتها للوضع في السجون التي تديرها الإمارات لتقرر الخطوة التالية بهذا الخصوص ثروسل أوضحت أن المفوضية بحثت هذه القضية مع الحكومة الإماراتية وتقدمت بطلب للوصول إلى السجون التي تديرها الإمارات في اليمن لكنها لم تتلقى إلى اليوم إذناً إماراتياً بالوصول إلى هذه السجون القوات الإماراتية سارعت للإفراج عن 46 معتقلاً كانوا في بئر أحمد سيئة سيطة بتأثير ما اعتبره المراقبون انتشاراً يصعب السيطرة عليه للحقائق الصادمة حول انتهاكات في جنوب البلاد الجديد في قضية خطيرة كهذه هو الظهور المفاجئ للقضاء اليمني على خط التداعي السيء لأنباء الاعتقالات والإخفاء القسري التي طالت المئات من اليمنيين في المحافظات الجنوبية طيلة السنوات الماضية بدعاوى مكافحة الإرهاب فنبأ الإفراج عن المعتقلين الـ 46 جاء في سياق تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ منسوباً إلى مصدر قضائي وفيه وصف معتقل بير أحمد بأنه القسم الثاني من السجن المنصورة وأكد فيه أيضاً أن قرار الإفراج صدر عن النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن ولم يكتفي المصدر بذلك بل أوضح أن هذا العدد من المفرج عنهم يضاف إلى 318 معتقلاً مفرجاً عنهم لأن الأدلة ضدهم غير كافية لتقديمهم للمحاكمة وهو ما لم يصدر بشأنه تصريح من قبل يزج القضاء بنفسه في أتون هذه المحرقة الحقوقية في سياق مهمة دفاع متأخرة عما يصفها المراقبون بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق المئات من الأبرياء اليمنيين ولن تسقط بالتقادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر